أهلاً حضرتكم زي الصحة وزي المشاهدين أحنا الحقيقة أن هذا بنفس التحية لسيادة هايس وبمناسبة أن احنا اتمتعنا بسبع سنين في حكمه فاعلان صحيح أن دي كان حضرتك هدية من استمالينا في الوقت ده لأن اللي مش فاهم الموضوع يفهم أنه مصر كانت هايحة في حتة تانية خالص إحنا كنا الجائزة القبعة كنا خلاص هنضيع وكنا فعلاً مصر هتتقسم وخلاص ومش هترجع تاني ولا هي ولا البلاد العربية هي حضرتك كانت هتبقى اللحظة لأخيها كانت التهيخ اللي بيقاله سوعة تلاف سنة كان هينتهي فالهقيس الحقيقة هبنا هصلوا لينا وكانت الخطوات اللي خدها مستهلة الناس ما تفتكراش أن التضحيات اللي عملها سهلة القرار اللي خده سهل هو كان بيخاطر بحياته هنشوف دلوقت احنا هنتكلم على كل المواضيع دي ومش هنلاقي كلام أحسن من كلام هايس لأن الحقيقة هو جمله جميلة وجمعة بحيث أن فيها أما تعود يتحليليها هتلاقي فيها معاني كتيها قوي الناس تفهم ما وهاها وتفهم ايه معناها يعني احنا دلوقت هايس بيقولك كانت في شام الشيخ قبل كده ساعة بعد عملية هبية وقال محدش يقدر يغلب المصريين قال هنبني بلدنا بلدنا بسلام وأمان احنا فعلا بلدنا بسلام وأنام وفي تقدم إن شاء الله قال عايز أقول لكم انتم اللي هتحددوا احنا شوفنا دلوقت انتم اللي هتحددوا مصري المستقبل مصري مشانا ده حضرتك لازم يبقى علامة لنا ويبقى حافظ إن انت بتشاهك لحظنا هايس إنه مهتم بجميع طبقات المجتمع الماتاح والمحتاج حضرك هتشوفي الكلام ده وهنشوفه عملي إزاي بيهتم بكل واحد هنشوف إنه بيقولك حلمي أنا حلمت مش هوية حلمت يعني نز إنه نزى إنه لو هبنا مكنوا ليعز حضرتك الناس اللي همش لقين أماكن والعشوائيات والكلام ده كله فبيقول أنا أما هبنا مكنني لازم أوفي بنزري احنا هنشوف الكلام ده عمليا وهو بيقوله ويعني إيه حلم وحلمه كالنزر وأوفى بنزر فعشان كده يقول ما بيسأله انت متطمن قال أم متطمن متطمن قال متطمن قوي قوي متطمن على بلدي هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل النهار ده قال لما طلبتوني لقتوني ولم أبخل عليكم بحياتي أما رئيس مهي يقف يقول لشعبه هذا الكلام كل كلمة فيه صادقة وطبعا الناس عافة إنه هو كان بحضرتك العمل وهي مخطأ مخطأ بكبير جدا إنه هو قال أنا أنا هوح ومصر يتبقى وإن شاء الله هبنا هيخلهن ويعزنا بيه وإن شاء الله نبقى مع بعض سنين وسنين وسنين في مصر وتتقدم مصر ونعوض المئة سنة اللي فاتوا إن شاء الله يعني مصر إن شاء الله في الطريقة هده عشان كده المقاومة جديدة وصهيونية العالمية هتتجنن لأن مصر بالطريقة دي حضرتك إحنا بقينا في مكان تاني خالص مكان مش مهسوم دينا فالمكان بتاعنا ده مش بالسهل إنك توصلي للمكانة دي بالسهل خالص قال أنت وعدتون إنكم هتقفوا جنبي آه إحنا وعدنا فعلا رئيس إنه هنقف جنبه وساعة ما إحنا استدعناه وقلنا له نزل لنا وحضرتك هو لب النداء ففعلا حضرتك إحنا وعدنا بذلك وزي ما هو وفى لابد أن نوفي أي حد ممكن يخاف إلا أنتم يا مصريين ليه؟ لأن عندكم جيش قوي لأنكم إنتوا شعب مؤمن سواء مسلم أو مسيح إن عندنا مؤمنين الإيمان بيقوي القلب والإيمان بيرسم الطريق إن إحنا بنشوف طريقنا صح ما بنختلش حروب الجيل الخامس وهابع نفعت في كل حتة مع عدف مصر ليه؟ إيمان وحضاها الإيمان والحضاها جزء من الإيمان أما بتؤمن بالله بتؤمن إنه فيه رب موجود كبير هو اللي بيوجهك واللي بيوجه الطريق بتاعك فبتلاقي إيه؟ بتلاقي الواحد ربنا أرشاده على الصح أرشاده على الطريق الصح وفقه وفق رئيسه ووفق جيشه وحماهم فإحنا تحمينا وتوفقنا بربنا بإذن الله قال إحنا قادرين نبني بلدنا ونعمرها ونواجه كل التحديات اللي إنتوا شايفين هدايا قال هنبنيها هنبني البلد بأي طريقة قال إحنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة بيكم كلكم فده خارطة الطريق خارطة الطريق بتاعنا البناء ما بيتشتغلش أنت تلاحظي الرئيس بيرسل رسائل لشعبه إنه حضرتك بنلاقي في تحديات خطيئة وحضرتك مسافر السودان مسافر هنا مسافر حضرتك أربا مسافر فهنسا وعشان حضرتك المشكلة بتاع صد النهضة وتاني يوم أو في نفس اليوم لابد إنه إيه يبص على البناء يبص على الطريق حضرتك اللي بيعملها يبص على المحاوة يبص على الأنفاء يبص على سيناء يبص على الصواب الزراعية ده بيوجه إيه إن إحنا الأساس بتاعنا البناء إن إحنا مش هنضيع وقتنا مش هينفع حد يصرف نظارنا إحنا الطريق بتاعنا واضح اللي هو بناء البلد مهما حصل الحاجات دي كلها جانبية هننتخطها وهنبني بعضو إنما مش هنتعطل لإنه قبل كيحنا تعطلنا كثير قوي فخلاص خلص الوقت للتعطيل حتى لو إيه مش هنتعطل بعضو هنحاقب وبنبني بعضو يعني حضرتك ده ما حصلش في أي بلد في العالم إن الأولوية بتاعتنا البناء قال والله اللي بيتعامل فيك يا مصر مش هيخطر على بال حد ولسه فيه عمل كتير وأمل كبير لنا وشبابنا وأحفادنا ده حضرتك بيفهمنا أنا بعمل لي ده كله بعمل ده كله لينا والشبابنا والأحفادنا يعني حضرتك إحنا بنبني مئة سنة قدام عشان حتى هو حريص على إنه لو وجهنا أي حاجة بنعمل حضرتك ما هو مخزون استراتيجي المصري يكفيها فترة طويلة برضو فده حضرتك بيفكر فينا أكثر ما بيفكر في أي حد تاني كل الاعتزاز والتقدير والإحترام والمحبة للشعب المصري شعب بلادي الكلمة دي كلمة بيقولها هايز دايما ويقول أنتم شعب بلادي أنتم أهلي فدي حضرتك إحنا بنفتخر بذلك ونعتز بذلك ما فيش حد أقل قبل كده الكلام ده ما سمعناهش من أي حد ما سمعناش إنه حد بيقعد يتكلم يكلم شعبه بهذه الطريقة ويقول لهم أقفوا معايا أقفوا في ظهر بلدكم وأنا ربنا معايا الكلام ده مهم جدا حضرتك اللي يفهمه ويقضاهه يعرف قد إيه هاجل ده مؤمن وصالح وحضرتك باقي على الشعب وباقي على البلد وباقي على مكان وإنه بينه وبنا ربنا سليم وده مهم جدا أنك تؤمني تؤمني بذلك علشان تعرفي تخدمي بلدك علشان تعرفي تعملي حاجة لقدام أما تؤمني بذلك وتشوفي ولو أنت لسه حتى مشوشة لا المفروض تبقى خلاص المفروض الصورة واضحة اللي لسه الصورة أمام عينه مش واضحة لا داعب فيه هو يلو الصورة المفروض تبقى واضحة من اللي احنا بشوفناها مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا هنبنيها هنبنيها ليه عشان خاطر الناس اللي عبرت عشان خاطر حضرتك الناس اللي ماتت الشهداء بتوعنا المصابين هنشيل مصر في عيوننا يا مشالتنا وهنبنيها بيد الشعب مع جيشه وهتفضل قوية وفتحة بابها إن شاء الله فعلا مصر هتفضل قوية وهتفضل فتحة بابها أمام الجميع أي حد هيجي الزمن عليه هيلاقي مصر مصر إن شاء الله ربنا هيعزها ومش هتيجي الأيام عليها حتى هيحفظها ربنا بشعبها وبجيشها وبغائصها بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة